واتقوا الله ويعلمكم الله طبيب ومخترع مسلم فخر للأمة وقدوة لشبابها إنه الدكتور المغربي يوسف العزوزي نشأ وترعرع في المغرب داخل أسرة مسلمة والده جراح دماغ بالعاصمة المغربية الرباط وأمه ممرضة انتقل في دراسته وتعلمه بين المغرب وبريطانيا وأمريكا ثم أكمل دراسته الطبية في إسطنبول لم يكن شغفه مجرد معالجة المرضى بعد تخرجه قرر يوسف العمل على تطوير التكنولوجيا في المجال الطبي لإنقاذ حياة العديد من المرضى وذلك رغم كل الصعوبات التي واجهته خصوصا من الناحية المادية شغفه بالطب والابتكار قاده للعالمية حيث فاز يوسف بالمركز الأول في برنامج نجوم العلوم كأفضل مخترع في العالم العربي أسس يوسف شركة أيرتو ميديكول بمدينة طنجة وفي سنة 2025 أعلن يوسف عن أحد أحدث اختراعاته التي فاجأ بها العالم وهو جهاز لتصفية الدم من داخل الأوعية الدموية ويعتبر الأول من نوعه في العالم هذا الجهاز سيساهم في علاج الملايين من المرضى بإذن الله وبهذا الاختراع الأخير تكون لدى يوسف خمس براءات اختراع كان يوسف يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز تجاربه هناك نظرا لوجود مختبرات متقدمة قام يوسف بتوثيق رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية لتجربة آخر اختراعاته حتى لا يكون أي تزييف لتاريخ هذا الإنجاز ستجدون رابط هذه الحلقة في الوصف أسفل الفيديو لا تنسى لايك واشتراك للمزيد من الفيديوهات